هناك عدد من العلوم والمهن موجودة في حياتنا ومهمة جدا وخطرة وصعبة إلا أنه نحن معرفتنا بيها قليلة جدا فتخيل عزيزي المشاهد أن تكون هناك عملية جراحية تستمر لـ 18 ساعة دون تخدير مستوى الألم الممكن يعيشه الإنسان عالي جدا التخدير واحد من العلوم الطبية المهمة جدا إلا أنه طبيب التخدير جندي مجهول أن إحنا ما بنعرف قيمة الطبيب التخدير إلا أنه نمر بجراحة دون تخدير فبالتالي إحنا هنعرف جيدا أنه هو دا علم كبير وفيه أشكال متعددة ومختلفة يعني طبيب التخدير ما بيعامل الناس بصورة واحدة يعني كل شخص له جرعة معينة ونوع معين وحدودة واختلافات ما بين التخدير العام للموضع وغير زالي للحديث حول التخدير كعلم وممارسة معنا داخل الستوديو واحد من شباب هذه البلاد حيث كان الميلاد في الولاية الشمالية في أبو فاطمة وهي منطقة معروفة في الشمالية وكحال السودانيين الميلاد في مكان والنشأ في مكان آخر وهذه دليل عافية حيث النشأ في النيل الأبيض في كينانة الخير كينانة أيضا صدرت لنا عدد من الأسماء الكبيرة والشهيرة بالمعرفة والمهنة المتخصصة المجيدة أنا سعيدة جدا أن يكون معنا داخل الستوديو دكتور عباس جمال توفيق اختصاصي التخدير والعناية المكثفة صباح الخير عليك صباح النور ميسون صباح الخير مشاهد غنات السودانية 24 وشكرا لتاحة الفرصة لتحدث بصورة أكبر عن التخدير وأنواع التخدير والمشاكل الممكن تواجه التخدير كعلم وكشغل والعيانين أنا قلت أبو فاطمة هي أبو فاطمة ولا أبو فاطمة أبو فاطمة طبعا لكن اللهجة السودانية والدارجة بيتخلينا نقول أبو فاطمة ونحن عندنا طبعا في الغنى السوداني نقول خال فاطمة وكله دلالة على خير طيب إحنا عشان ندخل المجال بصورة متخصصة كلمنا عن التخدير وأنواعه المختلفة طيب أول حاجة التخدير أول حاجة نعرف التخدير كعلم هو إبارة عن استخدام أدوية لمحاصرة الألم وإزالة الألم بصورة تامة لأنه في أثناء العملية الجراحية ما ينفع يكون فيه ولا نسبة 1% من الألم نعم الحاجة الثانية اللي هي المعظم المشاهد بيكون ما عارفها أنه التخدير هم عندهم فهم أنه التخدير هذا إبارة عن حقنة واحدة صحيح وده الدورة الانتهاء على كده التخدير هو إبارة عن مجموعة من الأدوية تستخدم لإزالة الألم بصورة شاملة الحاجة الأولى الحاجة الثانية عندنا أنه فقدان الوعي أنه العيان يكون نايم أثناء العملية وفي نفس الوقت يكون ما متذكر الأحداث حصلت أثناء العملية دي حاجة مهمة شديدة في دوا مخصوص للحاجة دي أنه لا تذكر الأحداث يعني أنه مثلاً تسمع المشرط الجرح الدم الحاجة دي في حاجة تفقدك الوعي لفترة مؤقتة أهم الشكل من الفترة مؤقتة لأنه في ناس عندها فهم أنه تخش فيها غيبوبة وتعني ما تطلع منها نعم طيب يا دكتور أنا لأول مرة أعرف أنه التخدير مجموعة من الأدوية كنت قيلها حاجة واحدة وهي مختلفة أغلب يعني ده ما تدريب البت الدونة له لا 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 هي مجموعة من الأدوية في الدواء الثالث اللي هو مرخي للعضلات نعم اللي هو أنت أثناء العملية نحن ممكن نشيل الألم ونفقدها كالوعي لكن العضلات ممكن تتحرك يعني أنت حسناهم في البيت أنت ممكن تتقلب في السرير يمين وشمال نعم نحن عندنا أدوية والدواء فيه كمنوع ينفع معها له ما وما ينفعه معها نعم 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 فنرخي العضلات بمعنى شل الثالث وسيرتد therapists عملية وتشلة. الشلل دالي فترة مؤقتة حكاية حسب طول العملية وحسب الجهة غيتو أنا من خلال كلامك الحاجة الفهمتها أنه إنتو بتشتغلوا مع أكثر نظام حساس في الكون اللي هو النيرف سيستيم أو العظام الجهاز العصبي المركزي. وهنا بتكون أهمية العلم لأنه إنت بتتعامل مع أهم حاجة في جسد الإنسان. وهي معقدة جدا. فبالتالي علم التخدير يعني علم دقيق ومهم وبنحتاج أنه إحنا نتبحر فيه أكثر عشان على الأقل لما نجي للطبيب نكون عارفين أن إحنا بنتعامل مع شنو. وبعدين نحنا يعني دائما بنتخيل إنه مخدر العملية ده مثلا ممرض أو هو ما دارس. بالضبط كده بالضبط كده بالتطور الحصل. فعلا لو رجعنا لسنين ورا التخدير كان بيتمع عن طريق إصطاف التمريض. نعم. لأنه كان أغلب الأطبال بيتخرج من الجامعات بيكون تفكيرهم الأول إنه نمشي جراحة نساوة أوليد يعني بيكون في تخصصات. هي بيفتكروها إنها بريستيج ويجيب بروش كده. فكان الشريحة بتاع التخصص وتع التخدير مظلوم في الحتة دي. فبقى إنه بالنسبة إنه دخل عيان عملية وتوفى. نعم. الجراح بيطلع العملية نجحت ويحها لكن مثلا ماصحة من البني. صحيح. كانت بتحصل. يلا الحاجة دي حالينا التطور الحصل في مجال التخدير. إنها الحاجة دي تماما بنسبة ممكن أقول لك تسعة وتسعين في المئة. نعم. لماذا؟ لأنه بيقى التخدير بعد تدرس الطيب خمسة سنين. انت بتتخصص بالتخدير حكاية بتاعة أربعة سنين. في الأربعة سنين دي انت بتكون إتبحرت في علوم التخدير كاملة. وبتكون وصلت لمرحلة إنه إنت دمنه وداح يتخدر كيف. نعم. ونقع التخدير شنو. نعم. انتو بتصنف التخصصات ما بين ماينر وماينجر. وماينجر طبعا. اللي هي يعني تخصص كبير وتخصص صغير. واحدة من الحاجات اللي أنا برده تفاجهت. بينه مثلا الجلدية من التخصصات. الماينر. نعم. طيب خلينا نتكلم يعني إنه بنصنف التخدير وين. ميجر ولا ماينر. يعني التخصص كبير ولا صغير. هو ماينر. لكن هو يعني مخيف شوية. الناس ما بتخشوا. يعني بتمشوا. ماينر لكن دقيق. يعني زي العيون. لأنه انت بتتعامل مع طبيب الجراحة. تتعامل مع طبيب النساء والتوليد. جراحة التجميلة. جراحة العظام. بتتعامل مع جراحة الغلب. جراحة المقبض. الله صح. الإجراءات المعقدة لمرضى السرطانات. مختلفة. كده جميع أنواع الألم بتتعامل معه. فأيضا مفروض تكون مبحر بجميع أنواع التخصصات. تكون عارب. الجراحة العامة. مشاكلة شنو. والحياة اللي بتجيم شنو. اللي بتواجههم شنو. عشان تقدر تتأغلم معها داخل العملية. نعم. طيب اللي أرجع لك لها نقطة. النقطة بتاعت إنه اللي بيحصل شنو. خلى إنه نسبة الوفاء والشلل والحياة اللي بنسمع عنا إنها قلت. نعم. السؤال هنا. أي. زمان كان بيجي العيان من البيت بخشها العملية. صح. حس الحياة دي بيقى مافي. بيقى العيان بي يرقد قبلها بيوم. صح. بيرقد المصطيفة. فبيجيوا الطبيب التخدير في زيارة. في كلينيك عديل في بعض الدول. مم. وهنا برضو في بعض المصطيفات في كلينيك مسؤولة إنه إتبعت. يحدد ليك العملية بتيتقابل الأخصائي بتاع التخدير. صح. بتقابل أخصائي التخدير فهو بيشوف شنو. عندنا حاجات سابتة. اللي هو إنه في فحوصات عام ما لازم تتعامل لأي زول داخل العملية. ضد النظر عن نوع العملية شنو. في فحوصات سابتة. روتيني فستقاشا بتكون لأي عيان داخل العملية. صح. بعد ذلك حسب نوع العملية حسب العمر بتاعك. يعني من عمر خمسين لفوقيت. بتحتاج إنه مثلا تعمل برصم القلب. بتحتاج إنه تعمل موجات. يأكل القلب برضو. يعني حسب العمر. بعد ذلك. أنت. الحياة دي بعد تتعمل. أنت بتكون حددت الدواء يأتون حين فعا معاه. لأنه شفت وظائف الكلا وظائف الكبد. صح. لأن أولاد وياديك. هنا أنا كنت يا دكتور عايزة أسألك إنه. وكانت في حادثة ومتداولة يعني في الصحف الرسمية وحتى في السوشال ميديا. إنه في شابة اتوفت نتيجة إنه هي أخذت تخدير غلط. أيوة. وهي يعني السبب الخلاوي يكون غلط بالنسبة له هي عندها مشاكل في القلب. أيوة. فهنا أنا عايزة أعرف هل الأمراض مثلا القلب السكري الضغطة وغيرها من أشكال الأمراض الدائمة. بتأثر. عندها أنواع معينة. فعلا بتأثر. فإنت بتجي بتشوف الفحوصات كاملة وشاملة. نعم. بتعرف الدواء ده هينفع مع المرضة ولا لا. فإنت ما ممكن تدي دواء مثلا لازل عنده فشل كلاوي. والتعرف إنه الدواء ده بيطلع من الجسم عن طريق شنو؟ الكلا. الكلا. الكلا هل بتخلصك من الدواء ده. فأكيد ما هتديوا الدواء معني ده. فبتشوف دواء تاني بتخلص منه الجسم عن طريق مثلا الكبي. نعم. أو بتخلص منه عن طريق. حاجة تانية فيه ميتابوليزم في حاجة بتحصل في الجسم. ممكن تتخلص منه من بعض الأدوية. تمام. الحاجة الأهم من ده المراغبة أثناء العملية. ده حاجة مهمة شديدة. هم عندهم فهم إنه طبيب التخدير. انتهى من أدى الحقن بتاعته ده. قلنا مجموعة أدوية. هو تاني ما موجود. نعم. انت بتكون موجود في العملية. لحد ما تخلص. انت بتخش أول واحد وتتطلع آخر واحد. صحيح. لأنه يقول الجندي مجهول لأنه يخش أول قبل المريض. نعم. وبيطلع بعد المريض. نعم. يعني انت بتتطمن إنه مريضك صحة. تقدم حينتنا ريكوبرين عاشة الإفاغة. بيقول انت فيها هكاية بتاعت برضه ساعة ساعتين. بعد ذلك بيمشي الغرفة أو بيمشي العناء المكسب. حسب الحالة بتاعتها المريض. طيب هنا برضه في محور حول التخدير. هل هو علاج أم اجراء؟ أيوة ممتاز. التخدير هو ما علاج أبدا لكنه يساعد على إنه يتم شفاء المريض. نعم. ويساعد برضه إنه يتم تشخيص المريض. نحن برضه في مخدرات أدوية بتاع التخدير نستخدمها. في الرنين المغناطيسي في التشخيص التصوير الأشعة وكده. يعني بيكون عندهم حالات خاصة فبتطر إنه يتخدر عشان يقدر يعمل لهم البروسيدر ده. نعم. طيب برضه تعقيدات العمليات المختلفة. يعني مثلا ممكن تكون في عملية محتاج تخدر المريض لنصف ساعة أو ساعة. وفي مريض زي كده يعني دخل في إجراطه منتاشر ساعة. أيوة. فالجرعات والساعات المتوقعة للعملية. انتو كيف بتكيسوها؟ بتحتمد على فقط نوع المرض اللي بعانوا منه المريض. ولا كمان وزنه وطوله وطاريقه المرضي وغير ذلك. أكيد أكيد. انت قبل ما تدخل العملية بتكون عارف وزن العيان دي حاجة مهمة. لأنه أدويتنا كلها بتتحسب بالوزن أغلب الأدوية. يعني حتى الغازات الاستنشاغية اللي بنستخدمها. بتكون دايما إنت بتشوفها الوزن متاع العيان. عمره فيها تفئة عمرية بتضبط. عشان تعرفت الدواء المناسب له. في حالة إنه العملية بتاخد زمن قصير. نحنا في النهاية الأدوية هي ما بتتجدد كله خمسة وعشرين دقيقة. لأنه الصاع حسب نوع الدواء. فهو هذا الكلام اللي أنا قلت له قبل إنه الطبيب بتاع التخدير بيكون متواجد أثناء العملية. لأنه إنت ديت الدواء 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 سيشتغل. يعني أنا يا دكتور في الثمانتاشر ساعة دي كله خمسة وعشرين دقيقة كانوا. ننديك دواء مرخي للعضلات. ننديك دواء مسكن كله خمسين دقيقة حسب نوع الدواء ما. بعد ذلك بتحتمد ألقرية كثيرة. طبعاً دي الأول مرة عريبة. لا لا. مع إنه برد بعمليات كثيرة. حتى مرات إنه الجراح بحزبة الحائلة إنه العيان بدأ يتحرك إنه أدوا الدواء الفلاني. وعندنا مونيتر يلا نجل الحتة بتاعت المراقبة. المراقبة دي أنت أي عيان داخل عملية أنت عندك جهاز استشعاري. استشعاري لضربات القلب في كل دقيقة. الضغط كل دقيقة لازم نعرف ضغط العيان كاملان لو حصل لنا نزيف أثناء العملية أو حصلت أي مضاعفات أثناء العملية تتقدر تتدافع. الحاجة الثانية برضو نزبة الأكسجين في الدم. يأتي بجهاز fahrenبلتس أو عزميتر وإذا جيالي نزبة الأكسجين في الدم وفي فحصات تبدو ندمذاءования ستشبع الأكسجين في الدم. يا فحصية الليلة سأبدأ أنهجه أثناء العملية أن تشبع الأكسجين. واستجل هذه شيئة مع بعض عوامل تحدث عن نجاح. أثناء عملية carp学 there. يجب أن يكون هناك مختين بين الجراح و الموتين تقوم بثيرا يعني أنه لا تتوينسه مراتي يقول لك والله الناس الذين قاعدين في غرفة العمليات تتوينسه الجماعة لا تتوينسه هذا المفاهيم الغلط فعلا المفاهيم الخاطئ جدا أنه لا لا نسأل الحوار البيتيم كله على أساس أنه هذا العيان أنت تكون واصل مرحلة يكون الطبيب التخدير عارف أنه أنت وصلت إلى هذه المرحلة عشان تكون مراغب معه عشان الموضوع الإفاغة من البني ذاته يكون اسموزي يعني لا يكون فيه أي مخاطر لا يكون فيه أي مشاهد صحيح خصوصا أنه يعني يترتب عليه عمل القلب وحركة الدماء طيب واحدة من الحاجات اللي بتكون هي حديث بتاع فكاهة أنه بعد التخدير أو الإفاقة أو بداية الإفاقة بيكون فيها زيان والناس بتقول لعندها أول حاجة أنا دا يعرف الحاجة دي دا العقل الباطن ولا يأتوب إضافة لأنه هل دي حاجة طبيعية أنه الشخص يمر بالهزيان أكيد 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 الحاجة دي بتتم بسبب بعض الأدوية نعم حسي العلم يتطور والطب في التطور والحاجة دي بيقى ما فيه زمان فعلا الحاجة دي فيه لكن حسي حاليا بيقى فيه أدوية ما بتستخدم هي كانت بتأدي لنا الهلوى سبت بعد العملية حتى لو تطرينا إنه من استخدمها طيب الصدق اللي بيحصل في هذا شخص؟ والله هو حسب الحاجة الأخيرة المذكرة اللي حصلت معك بتبتأ بتحكي عنا مثلا في واحد بيصحة بيبكي في واحد بيصحة بيذكر أمه في واحد حسب الحاجة أنت كنت بتفكر فيها قبل العملية فبيقى فيه دواء مضاد للحاجة دي برضو نحن بنديلها العيان على أساس إنه ما تحصل إذا قررنا إنه نديل الدواء ده تستوره من إنه يقوم شئو يقول في قلبه كله نرجع لأنه تبدعت الإنعاش فنحن الإنعاش ده حتة خاصة ندخل فيها المرافق أبداً نكون قاعدة العيان ساعتين نتطمن على إنه ستر تماماً حتى نطلع الغرفة ما بيطلع طوال ما بيستمر بعد يعني لا 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 يتحرك من العناية المكسفة لغرفته أو للعناية الوسيطة بيكون خلاص هو في كامل وعي أيوة كامل وعيه نحن حتى بنسأله اسمك ساكن وين تتونس معه شوية كده بتتأكد إنه صاحي تماماً فبعد ذلك بيتطلع يعني الحاجة اللي بتعمل هذه ما خفة الدم منكم لا 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 ده نوع من الأجداد تبع الشغل بتاعنا نعم لأنه الناس المروا بالعمليات وإن شاء الله يعني سلامة الجميع أكيد أكيد إن شاء الله وربنا اكتب السلامة لكل الناس اللي عندهم إجراءات طبية معقدة إن شاء الله إنه الطب ده حقيقة مهناء بيمتهنوها ملائكة لأنه الإجراءات اللي فيه كثيرة ومعقدة وكل شخص عنده دور نحن ما عارفينه بالكامل طيب نجي من خلال ممارستك للمهنة التعقيدات الواجهتك في الإفاقة بيكون سبابا شو؟ طيب أنا أتكلم ليك عن التعقيدات بصورة كاملة نحن أنا في رسائل محددة أروجها وبتمنى إن أتصل يعني نحن نعاني من مشاكل كثيرة إنه الشعب السوداني بيسمع صح إنه الزلدة دخل عملية والله ما صحة الزلدة دخل عملية والله يتشلة فأنا جاي أوضح هذه الحتات دي بطريقة كده مبسطة حسي من خلال وأنستنا بكون جزء من الكلام لكن حسي بجزء حقوله ورضو نعم اللي هو موضوع مثلا إنه نوع التخدير نعم في عيان بيقول لك يا أخيانا ما داري تخدير نصفي أو التخدير دا لأنه والله عندي قريبتك كده حصل لا شدل نعم طيب نوع التخدير دا أنت بتختار حسب نوع العملية يعني حسي بكون عندك أن أغلب الشعب عارف إنه موضوع غيسريات بتم بيتخدير نصفي نعم بتجعيان تقول لأنا داير أنوم ما عايز أصحاب حاجة دي ممكن ممكن تتم ويا حاجة لكن مع الأدوية عندنا متوفرة في بلدنا وكده ممكن يكون فيها خطورة للطفل إنه تعبر المشيمة والطفل يطلع من البطن وهو نايم مثلا نعم التخدير النصفي دا ما بأسر تماما على المشيمة ما بيصل ما في دواب إنه بيصل لأنه يكون بس في الجهاز العصبي في الحبل الشوكي فقط نعم فالعيان أثناء العملية بكون واعي وفاهم الحاصل كله أثناء العملية بكون صحي حتى الحياة الكويسة إنه بتسمع صار خط طفلة أول ما تولد صحي لحياة كويسة وبيتشوفه طوال يعني بتكون صحي أحسن منها تكون نايمة بخطتلا في صدرة عشان الوصلة الأول وكمان تهدي الطفل بالضبط كده بالضبط كده التعقيدات ما زي التخدير الموضوع النصفي أحيانا بتضطروا إنه تعملوا أنواع من التخدير المعقدة جدا يعني أنا شفت واحدة من العمليات في يوتيوب هم يعني شخص شغالي له وفراسه لكن هو واعي ومحتاج لي واعي ما دي ده ما تطور بتاع علم بس هم محتاج لي واعي عشان يجيسوا ويعرفوا إنه هم مهبشوا حتة مهمة ويتسببوا بعدك في شلال أو غيرها في شلال أو فعلا هذا الكلام الآن قلت إنه فيه أدوية كثيرة جدا فهي بتؤدي للحياة دي نعم فيه دواء ممكن إرخل فقط العضلات فيه دواء ممكن يخليك تفجيد الزاكرة فقط نعم وفيه دواء الأساس اللي هو لجميع العيانين اللي هو الدواء بتاع الألم اللي هو الدواء إنه إمنع لينا تماما الإحساس بالألم الشغور بالألم يجب إنه يتم تدريبه بصورة كبيرة أنا عايزة يعني أتكلم معك في حتة وهو دي واحدة من الإنجازات اللي نحنا شفناها في السودان إنه تم فصل توقام سيامي ودي عملية خطيرة جدا بالذات لو كان الالتصاق في منطقة الرأس لأنها يعني مرتبطة بجهاز عصبي معقد جدا عايزين نعرف العملية وانت كنت جزء من الفريق الطبي العملية تمت في مستيف الشرطة كانت بغيادة دكتور إصام السنجق دكتور أسهري بدوي خصائي التخدير والعناء المكسفة كان في تين طبي كامل أجر العملية العملية هي معقدة بصورة كبيرة جدا لكن الحمد لله اتسهلت الأمور كلها مشت تمام أدخل لك في تفاصيل طبية كثيرة جدا لكن العملية نجحت بالنسبة 100% الحمد لله وحس الطفلتين في دا وفدوا بصحة تامة وويسين الحمد لله الحمد لله على سلامتكم برضو أكيد 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 أنا ذاتي لي كان الشرف أن أكون ضمن التيم غايم بالعملية وغيادة دكتور أسهري بدوي أولا يعني إحنا بنزعت بالنجازات وإحنا بنقش في أيام صعبة جدا والناس معنويات مدهورة وأشياء كثيرة انبعدنا من الدوافع السياسية والتأسر الاقتصادي إلا أن الآن الناس عندها مشاكل أخرى يعني الطقس وأحوال والتأسر الظاهر في السيول والفيضانات أولا حقيقة أنت شرفت بالحوار معك ثانيا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشهد عدد كبير من الأسر داعم لأولاده وبناته إن يتخصصوا في التخدير إن شاء الله إن شاء الله نتمنى ذلك والله إن شاء الله وبعدين هو علم إنساني من الدرجة الأولى إنه يعني تحفظ للناس حياته وإنه يمر بإجراء جراحي معقد دون ألم فإن شاء الله حياتك وحياة كل الأطباء دون ألم الله يخليك وإن الأطباء دي الحقيقة هم زينا بتأثروا ولو حصلت أي مشاكل أو تعقيدات صحية كون الطبيب يفقد مريضه بتأثروا تأثر كبير لكن ضرورة المهنة ما بتسمح لهم أنه يبدو الأمر فضدق نفسي كبير عليكم شكراً تقدير دكتور عباس جمال توفيق اختصاص التخدير والعناية المكثفة وسعيدنا بهذا الحوار معك وأنا الأسعد والله أنا الأسعد وشكراً غناس سوداني 24 لتاحة علينا الفرصة أنه نتكلم عن التخدير وإن شاء الله ناس تكون استفادت من المعلومات الوسيطة جداً سعيدنا بك